السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة واخيرة من السي سي ان ايه في الحلقة ان شاء الله بتاعت النهاردة هنتكلم عن الامتحان ايه انواع الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان طيب قبل ما نبتدي لو لسه مش طرقش في قناة اشترك فعل زر التنبيهات وعمل لايك وشير لي الفيديوهات بسم الله مش في فيديو كده على سيسكو هحطه لكم في اللينكات تحت دوت بيشرح اسئلة الامتحان اللي هي بعد التحديث الاخير وهقول لكم ايه التحديث بقت موجودة هنا انا بتكلم على انواع اسئلة الامتحانات مش الاسئلة نفسها هقولك بعدها الاسئلة نفسها تعرفها ازاي او تتزبط يعني الدنيا ازاي ماشي اول حاجة هتطلعلك في الامتحان اللي هي الصفحة الاولانية دي ها تقرأ كده كده كلمتين على الامتحان مش لازم يعني تقرارهم وتدوس next تمام ماشي خلينا كده كده هنا بقى وهي بتريد شرح لك ايه اللي بتحان كمس والطبع انا هم الستة اسئلة النجاح من 825 هو بيتصحح من 300 وبعد كده بيعبلوا له scaling ما علينا هو من 825 وقت اللي بتحان تسعين ديئة بس تسعين ديئة دولت للناتفز اللي هم بيتكلموا الدول اللي بتتكلم اصلا انجليزي انت لما تيجي تمتحم من مصر او من اي دولة عربية بيزود لك اعتقد اه اه اربعين ديئة كمان اعتقد بيبقى الامتحان مية وثلاثين ديئة او مية وعشرين ديئة يعني يا ساعتين يا ساعتين وحاجة تمام وخلي بالك بقى ان انت عندك اه يعني اللي انا عارفه في الامتحان هو فيه next بس اللي هتبصك الى تحت هنا على اليمين في next مفيش previous خلي بالك ان اسئلة الامتحانات مفيهاش previous يعني هتخلص السؤال تدوس نوكيست خلاص السؤال كده خلص اه لو لا قدر الله لو لا قدر الله سيت بتقدرش تخش الامتحان تنغي بعدها بستة شهور ده بردو اخر معلومات عنديها تمام طيب خلينا كده نكمل مايش دي ال welcome screen باته نكتر اه لازم تكون فوق 18 سنه او معك guardian او معك يعني حد كبير ولازم بيمضي و يعني ليها لها بروسس معينة لو انت هتبتحن فوق 18 سنه او تحت لها parent or guardian provide written approval for you to test أنواع بالأسئلة أقرأ فئة الأسئلة على أنواع سهلاً عملاً اخضر بالأسئلة تنظر يفضل لأسئلة هناك واحدة الأسئلة ومثلات الأسئلة كما نقوم بتنعملها هذه الأسئلة بالأسئلة تقريباً لأسئلة بسبب أسئلة ويجب أن تنظر أسئلة سهلاً بعد أسئلة أسئلة الأسئلة سهلاً جميعاً ربما aggiم الاستئلة ي Howard ماشي ايه باقصة اللاب الجديدة او الاسئلة الجديدة في الابتحان اولا كان زمان بيعمل الاسئلة اللابات ازاي او اسئلة العملي java او flash يعني question عبارة معمول زي flash كده بلاير وبتختار الاجابة او اخرك بتكتب command واحد وخلاص ولما بتجي تدخل على router او على switch ما بيدكش options ان انت تشوف حاجات غير اللي مسموح بيها في السؤال بس هنا بقى عملوا ايه خلوها كأنها نسخة مصغرة او من امتحان السيسي ايه لاب وبيدخلك على router وسويتشات حقيقية وبيقولك ايه التسك اللي هو عاوزها وانت تعملها باي configuration كانت يعني هو مثلا لو عاوز ال neighbor relationship تقوم فانت تقدر تعملها باي حاجة ما لم يحدد لك ايه اللي هو عاوزه بالزبط كانت في ال flash اللي هو النسخة اللي قبلها اللي احنا كنا شغلين عليها طول عمرنا اصلا مش هتلاقي اغري command واحد بس هو supported لا هنا كماندس كتير جدا supported وانت اللي هتختار ايه اللي انت عاوزه اقرى الحاجات ديت مهمة جدا انت هنا هيبقى عندك متقسم ازاي هيبقى عندك فيه هنا ال guidelines ال guidelines اقرارها بيقولك ايه refer to tasks اللي هو دوت عشان تشوف التاسكات المطلوبة وعشان تشوف ال topology refer to topology all necessary break configurations have been applied كل configuration اللي مطلوبة مسبقا معمول لها apply don't change the enable password or host name for any device متغيرش ولا ال enable password ولا ال host name save configuration اعمل copy run start قبل ما تدوس next اللي هي تحت هنا على اليمين تمام قبل ما تدوس next اعمل copy run start طيب خليه كده يكمل ونشوف هنا بقى اه بص هنا ادي devices بتاعتك و ادي terminal مفتوح لك اهو تكتب هنا commands اللي انت عاوزه ده R1 R2 R3 switch 6 switch 7 مثلا وهيوريك دلوقت الطبولوجي بتقدر انك تحرك الويندو ديت يمين وشمال عشان تكبرها وعشان تصغرها انت حر we're now able to arrange the screen in any way that you find help on the left you will find that you are able to select the guidelines topology and task tabs the guidelines tab will provide you with detailed instructions on how to navigate through this item in the topology tab you will be able to work with the topology diagram itself as well as be able to interact with each router or switch you're asked to configure in the task tab the task tab provides you with the lab item questions you must solve to pass the exam question on the right hand side of the screen you will be able to input your commands in the command line please remember to save your work frequently switch between the devices by selecting their individual tabs use the three switches in the top right hand corner in order to set the size of the font to your liking and to toggle on full screen mode when you have finished with your lab hit the next button in the bottom right hand corner من عملت نيكست درين نوع من الأسئلة المنزل وده برضو احنا كنا عملناه في حلقات قابل كده انت بتشوف هنا الإجابة الصحة ايه؟ المناسبة لالاختيار اللي هنا وتشدهم على بعض هاو في نوع تاني هاو اتمنى الدرجة خلص خلص انت في النهاية خلص هتلاقي بقى بعد اخر سؤال اند اكزام هيقول لك عاوز تاند هيطلع لك ديت هتشوز يس هياخد له مثلا بتاع 30 ثانية كده ويطلع لك النتيجة هيقول لك باس ولا فيل والسكور بتاعك كده لو انت وهتطلع بقى في التست سنتر هتلاقي بيطبع لك اللي هو الريبورت اللي مكتوب فيه اللي سكور بتاعك اللي هو ان شاء الله يبقى مكتوب فيه باس وطبعا هيبقى ليك بعد كده على الويبسايت بتاع بيرسون فيو ايه اللي هي الشركة اللي بتمتحن اللي متحنات هيبقى ليك برضو ان انت هتدخل شوف السرتفكاتس بتاعتك ونجحت في كل واحد امتا والفاليديشن بتاعها ايه وكده امو انت ستزاعدك في التست سنتر او بأي مستقبل انت ستتصل في التستر ايه وكده ايه وكده ايه من المفتاح ايه نجح ايه وكده ايه وكده ايه مباشرة لأجلسوا هذه الفيديو عن كيف ان تنفقر الى اللي امتاحن الى اللي امتاحن طيب نيجى بقى للحته تجهز ازاي اللي متحنات اول حاجه طبعا هتذكر الكورس جوايز جدا اهم حاجة مذاكرة الكورس اهم من الامتحان تاني حاجة هتبتدي فيه ويب سايتس كتير بغض النظر يعني عن اسمائها لو انت سرشيد هتلاقيها بتبيع الامتحانات نفسها بيسموها ضم ديت اللي هي اسئلة الامتحانات او لو ليك حد من اصحابك امتحن قريب هيدلك على القصة ديت الضم دوت بتشتريه او بتاخده من حد من اصحابك ده بيبقى فيه ام اسئلة الامتحانات طبعا هتذكرها كويس جدا تفهمها كويس جدا الفكرة ايه من فهمها انك انت ممكن تخش الامتحان تلاقي الاسئلة متغيرة تمام طيب لو الاسئلة متغيرة يبقى انت فاهمها لو الاسئلة هي هيها خلاص خير وبعد وبعد كده تخش الامتحان وبالتوفيق ان شاء الله اهم حاجة اهم من الامتحان الامتحان في الشغل مش مهمة قوي لكن اهم حاجة اهم من الامتحان ان انت تبقى فاهم كويس جدا تبقى عارف التركات كلها الاسئلة اللي احنا بنحلها اخر اتناشر سيشن انا ديتهم اللي فيهم الاسئلة دوت الهدف الاساسي منهم ان انت تبقى فاهم بتحل السؤال ازاي وتفكر فيه ازاي بغض النظر عن الحل نفسه عن الاجابة نفسها ايه هي وبالتوفيق ان شاء الله ولو عندك اي اسئلة اكتبها لي في التعليقات شكرا جدا ليكم ما تنسوش نسألكم من صالح الدعاء شكرا سلام عليكم